الفساد الذي ينخر جميع مفاصل الدولة جعل من العراق محرقة تلتهم أجساد العراقيين دون رحمة ففي ثلاث سنوات فقط سجلت مديرية الدفاع المدني أكثر من مائة ألف حريق وأكثر من ثمانمائة قتيل نتيجة لغياب إجراءات الأمن والسلامة للحرائق والفساد بمنح رخص البناء وعدم الالتزام بالمعايير الخاصة بالمواد المستخدمة بالبناء ونظم مكافحة الحرائق طالت تلك الحرائق مستشفيات ومباني ومخازن تجارية ومجمعات سكنية فضلا عن مئات من الهكتارات الزراعية وخصوصا حقول القمح الشمالية وجنوبية البلاد وكان آخر تلك الحوادث حريق قاعة زفاف الحمدانية في نينوى الذي حصد أرواح مائة وسبعة أشخاص وأصاب نحو مائة وخمسين آخرين فيما أكدت مصادر في مديرية الدفاع المدني أن القاعة تخلو من إجراءات السلامة ولا توجد فيها أي مخارج للطوارئ وزارة الداخلية الحالية أعلنت أن سبب الرئيس في حريق الموصل كان إطلاق الألعاب النارية داخل قاعة الحفلات لافتة إلى أن القاعة كانت مغلفة بمواد السريعة الاشتعال بينما وصف بطريارك الكلدان في العراق والعالم الكاردينال لويساكو فاجعة الحمدانية بالمحرقة الجماعية معتبرا أنها لم تكن بسبب الألعاب النارية بل بفعل فاعل بعض ميره ووطنه لأجندة معينة على حد تعبيره من جنبه أعلن رئيس الأساقفة السريان الكاثوليك لمدينة الموصل بن ديكتس يونان حنو رفض الكنيسة الكامل لنتائج التحقيق في فاجعة قاعة الأفراح في الحمدانية مشيرا إلى أن هناك مسؤولين حقيقيين لم تشر إليهم التحقيقات مؤكدا أن اللجانة التحقيقية مسيسة وتقدم صغار الموظفين كبش فداء على حد وصفه يعني صراحة هزة حكينا على اللجنة اللجنة نحن نرفض القرارات كلها اللي صارت ما مقبول هذا القرار اللي صار حسينا أنه قرار ريوتيني عادي شكلي ما بينه ما يشفي غليل المواطنين هذا الشيء ثاني أمور أنه المحاسبة يعني نحن نريد ضرب الفاسدين الكبار مرصد العراق الأخضر المختص بشؤون البيئة أكد أن نحو ثلاثين في المئة من دوائر الدولة التي شيدت بعد عام الفين وثلاثة تفتقر لشروط السلامة ومع عدم محاسبة المقصرين والمسؤولين عن الحرائق التي تضرب العراق ولطالما كانت نتائج التحقيقات تعود لأسباب مجهولة أو لتماس كهربائي يجمع العراقيون أنما يجري نتيجة طبيعية لفشل وإخفاق المنظومة السياسية التي تركت حياة العراقيين مهددة بسبب مصالحهم التي تتسبب بكوارث لا تنتهي فضلا عن تمكين المكاتب الاقتصادية التابعة للأحزاب والميليشيات بإقامة مشاريع غير خاضعة لشروط السلامة والأمان وسط استمرار الأحزاب السياسية بإبرام العقود الفاسدة لنهب المزيد من أموال العراق